موسيقى مساء الخير و اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج اخر الاسبوع النهاردة لدينا العديد من الموضوعات بعضها محلي وبعضها اقليمي وبعضها دولي ولكن اسمحولي نبدأ بالحدث الابرز على المستوى الاقليمي وهو مجموعة القمم التي حدثت في الرياض ما بين الرئيس الصيني وما بين القادة في السعودية والقادة في الخليج والقادة العرب في الواقع الزيارة مهمة والحفاوة التي استقبل بها الرئيس الصيني شي جيم بينج كانت غير مسبوقة على حد تعبير وكالات الانباء والاعلام وده يعني مثل انعكاسا او مقارنة بين ما حدث مع الرئيس الصيني وما حدث مع استقبال الرئيس الامريكي جو بايدن في يوليو الماضي واضح جدا ان هناك احتفاء بالرئيس الصيني واضح جدا ايضا ان هناك رغبة في مزيد من العلاقات الاستراتيجية ما بين الصين والخليج العربي على وجه التحديد وما بين الدول العربية على وجه العموم وايضا لابدنا ناخذ في الاعتبار ان هذه الزيارة تعتبر غير مسبوقة وتعتبر فتحا جديدا في العلاقات الصينية العربية يعني انا عايز اقف قدام عدد من المؤشرات المهمة في هذه الزيارة واتوقف امامها ونشوف لماذا هذه العلاقات الاستراتيجية ما بين دول الخليج وما بين الصين في هذا التوقيت على وجه الخصوص الزيارة تأتي في توقيت مهم المملكة العربية السعودية خاصة ودول الخليج عمتا تريد تنويع العلاقات الاستراتيجية ربما الآن تفكر بشكل واضح في تجاوز العلاقات الاستراتيجية الوحيدة مع الولايات المتحدة فتتجه العلاقات اكثر انفتاحا مع عدد من الدول والقوة العالمية وطبعا في مقدمتها الصين الامر الثاني دول الخليج تريد ان ترسل رسالة قوية ان الصراع الكوني هي تريد ان تكون على مسافة متساوية من كل الاطراف بالتأكيد هناك نزاع امريكي الصيني على مستوى العالم صحيح ان الرئيس الامريكي قبل الرئيس الصيني قريب وده احدث نوع من انواع التهدئة لواتيرة هذا النزاعات اللي فيه جوهرها تجاري لكنها تمتد الى افاق سياسية ولكن سيظل هناك نزاع وستظل الصين بالنسبة لولايات المتحدة منافس وهذا ما ورد في تقرير الامن القوم الامريكي واحنا عرضناه هنا في هذا البرنامج منذ حوالي شهرين تقريبا فاذا احنا منتكلم على علاقات تنافسية امريكية صينية دول الخليج لا تريد ان تكون طرفا مع هذا او ذاك الامر الثاني ان التجربة الصينية في التنمية هي محل احتفال والخليج العربي الان يقدم رؤية ونموذج لما يمكن ان نطلق عليه الخليج العربي الجديد الذي يريد تطوير ادواته الخارجية وتنويع الشركات الخارجية وايضا تحديث بنيته والانخراط على نطاق اوسع في التنمية ونموذج الصيني نموذجا مهما في هذا السياق ايضا الخليج العربي هو مركز سياسي ومالي مهم في الشرق الاوسط والصين ايضا مركز مهم ماليا وسياسيا في اسيا ومن الواضح ان دول الخليج تريد ان تكون اكثر انفتاحا على محيطها الاسيوي ربما اكثر من زي قبل يبقى اذا احنا منتحدث عن افاق جديدة رؤية جديدة تحكم دول الخليج في العلاقة مع الصين الصين تريد ان تدخل على المناطق النفوذي الامريكي في منطقة الشرق الاوسط تريد ان تدخل بادواتها التجارية والاقتصادية وبالطبع الصين لا تدخل باية ادوات سياسية فهي ليست معنية بالقضايا التي دائما تسيرها الولايات المتحدة مثل قضايا حول الانسان او الديمقراطية او ما شابه فهي اكثر انفتاحا ونعومة في علاقات المصالح مع الدول الاخرى فهي تريد ان تدخل الى منطقة الخليج والمنطقة العربية وهي تعلم جيدا ان الصين تعتبر هذه المناطق بالنسبة لها اسواقا تجارية مهمة والصين دولة تقوم بصفة اسية على تصدير منتجاتها ومن السلع الاستهلاكية فالعالم الان يستهلك صيني والمنطقة العربية تستهلك صيني على وجه التحديد في اتفاقية شراكة صينية سعودية في فرص استثمار في موأمة ما بين رؤية السعودية عشرين تلاتين مع رؤية الصين او مبادرة الصين الحزام والطريق في مذكر التفاهم في مجال الطاقة المتجددة في افاق جديدة في مجال التعدين يعني كانت زيارة مسمرة بكل المقيس هذه يعني قمة السعودية الصينية هناك ايضا قمة خليجية صينية وايضا نأتي بقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية والتي شارك فيها عدد من القيادات العربية وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي اولا الصين بالنسبة لنا شريك مهم جدا على المستوى الاقتصادي الرئيس الصيني التقى بالرئيس السيسي على هامش عزي القمة وحية ما قامت به مصر من اخراج متميز لمؤتمر كوب 27 والرئيس السيسي بادله التهنئة بانتخابه للمرة الثالثة في قيادة الحزب الشوعي الصيني وايضا الرئيس الصيني تحدث عن ان افاق التنمية والعلاقات الاستراتيجية تجمع البلدين مصر والصين معا في الواقع فيه تعاون كبير جدا ما بين مصر والصين على المستوى الاقتصادي او على المستوى ايضا الاستثماري في العاصمة الادارية في قطار الكهربائي في مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية في اسوان على وجه التحديد المنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصين تدرك جيدا اهمية وضع المصر الاستراتيجي في هذه المنطقة اهمية قناة السويس لانها تجعل هناك التقاء وتقاربا شديدا ما بين الصين وبقية الدول العالم ومعبارا تجاريا مهما جدا بالنسبة للصين لتصدير منتجاتها ايضا هناك رهان على الصين في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية والاحصاءات تقول ان الاستثمارات الصينية لمصر تزايدت خلال السنوات الخمس الاخيرة مصر تلعب دور مهم جدا مصر سوء مهم جدا بالنسبة للصين مصر ايضا وضعها الاستراتيجي بالغ الاهمية بالنسبة للصين وتستطيع ان تمد جسور العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ما بين مصر والصين القمة او القمم التي عقدت في الرياض خلال الساعات الماضية كانت قمم بالغة الاهمية ارسلت رسالة للعالم بان الخليج العربي وبقية الدول العربية انما تعيد التفكير في طبيعة علاقتها الاستراتيجية بالقوة الكبرى ولم تعود الولايات المتحدة هي اللاعب الوحيد بالنسبة لها بل انها تبحث الان على صيغ اكثر انفتاحا لتحقيق مصالحها ومصالح شعوبها سمحونا نخرج بفاصل ونعود لنستكمل بقية برامج فقرات هذا البجان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السودان شهدت خلال الايام الماضية تحولا مهما في مجريات السياسة وايضا خطوة مهمة على طريق الاستقرار في السودان وقع الاتفاق الاطاري ما بين المكون العسكري وما بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الذي كان طرفا اساسيا في التفاوض مع القيادة العسكرية في السودان للخروج من الازمة خلال الشهور الماضية احنا كلمنا كتير عن الشأن السوداني وعن التشكيلات والفصائل السودانية المختلفة ومواقفها المتعددة وايضا اشارنا خلال الفترة الماضية الى قرب تحقيق هذا الاتفاق الذي رعته او قدمته لجنة السيرية في نقابة المحامين السودانية هذا الاتفاق وقع منذ ايام وكان الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع من المكون العسكري وفصائل اخرى من الحرية والتغيير المجلس المركزي هم الطرف الاخر في التوقيع اللجنة السلسية التي كانت لها دور كبير في تسهيل المفاوضات الامم المتحدة اتحاد الافريقي الايجاد كانوا مشاركين ومباركين لهذا الاتفاق ايضا الالية الربعية المكونة من الامارات والسعودية ولاية المتحدة وبريطانيا كانت ايضا مشاركة وداعمة هناك ترحيب دولي سكرتير عام الأمم المتحدة كثير من الفعالين الدوليين رحبوا بهذا الاتفاق ولا سيما انه يخرج السودان او يمثل خطوة لخروج السودان من عنق الزجاجة او من حالة الاحتقان والاضطراب اللي موجودة في الشارع على مدار شهور مدد وده اللي انعكس الوضع الاقتصادي الاقتصاد في السودان من افقر الاقتصادات في افريقيا التضخم بلغ ربما 110% بنتكلم ان تلت السكان بوجه ازمة غزائية كثير من المصانع افلت المعونات والمساعدات الاجنبية توقفت منذ 25 اكتوبر من العام الماضي 2021 عندما اتخذ المكونة العسكري عددا من الاجراءات الاستثنائية ومنها انهاء الحكومة المدنية اللي كان موجودة انا زك طيب الاتفاق دوان في عدد من البنود اول بنت او اهمهم تشكيل حكومة مدنية رأسها رئيس وزراء مدني له صلاحية ده اول حاجة بالاضافة ايضا الى مجلس للسيادة برئاسة مدنية ويتولى الفريق اول عفتاح البرهان قيادة الجيش ويتولى الفريق محمد حمدان دوكلو المعروف باسمه حمدتي قائد قوات الدعم السريع ودي ايضا احد المكونات العسكرية الموجودة في السودان واللي بنتكلم كثيرا على فكرة توحيد الفصائل المختلفة التي تحمل السلاح لتنضوي تحت الجيش السوداني ايضا تشكيل مجلس تشريع يضم كل الاحزاب ولجان المقاومة مع منح المرأة 40% من مقاعده وتشكيل مجلس للامن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء ويضم في عضويته عدد من الوزراء منهم وزراء الدفاع والخارجية والمالية محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين وانتهكات حول الانسان ازالة التمكين التمكين يعني يقصد به النظام الرئيس البشير الذي مكن الاخوان المسلمين من مفاصل الدولة في السودان فشكلت لجنة سابقة لازالة هذا التمكين ومصادرة اموال وازالة ناس من وظائفهم المتحكمين فيها هذه اللجنة توقفت بعد الاجراءات الاستثنائية في 25 اكتوبر 2021 ولكنها ستعود باجراءات مختلفة ومراجعة لقرارات اخرى ولا سيما ان عناصر النظام السابق او النظام القديم يريدون مرة اخرى ان يعودوا الى المشهد وان يتحكموا في مفاصل الدولة السودانية وهو ما ترفضه القوة والفصائل السودانية على اختلافها وتنوها هناك طبعا بنود تتعلق بالاصلاح الجيش وقوات الامن والعدالة الانتقالية وغيرها ربما تكون محل تباحث فترة لاحق زي اتفاقات كثيرة بتحدث هناك من ايد هذا الاتفاق زي ما قلت لحضراتكم قوة الحرية وتغيير المجلس المركزي وهناك ايضا قوة اخرى عرضت هذا الاتفاق منها لجان المقاومة في الشارع اللي بيتظاهروا باستمرار ورفعين شعارات لا للتفاوض مع القوات المسلحة ومجلس العسكري هناك ايضا القوة القديمة المحسوبة على الاخوان المسلمين والنظام السابق ذات التوجوات الاسلامية ضد هذا الاتفاق في حركة العدل والمساواة في قوة اخرى تتعلق بما تحدثنا عنه المرة قبل الماضية عندما تحدثنا عن تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ربما لم تشارك ايضا في توقيع لهذا الاتفاق طبعا نحن في كل الاحوال يعني بنهنئ الاخوة في السودان على بلوغ هذا الاتفاق اللي بيشكل خطوة للامام ونتمنى ان تتسع روكة هذا الاتفاق وهذا التوافق بيدم مختلف القوة الطيرات في السودان حتى يتحقق الاستقرار وتبدأ المرحلة الانتقالية التي حددت بتولي رئيس الوزراء مهام عمله ويتم التوافق سريعا على شخص رئيس الوزراء ويتم الانتهاء من هذه التشكيلات المختلفة للدول على هامش قمة الرياض القمة العربية الصينية التقى الرئيس عفتاح السيسي بالفريق الاول عبد الفتاح البرهان وتحدثه في عدد من القضايا والموضوعات المهمة بعضها يتعلق بالشأن السوداني والعلاقات المصرية السودانية وبعضها يتعلق بمسألة سد النهضة تجديد التوافق والاتفاق في وجهتين نظر المصرية والسودانية على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة قضية المياه قضية امن قومي بالنسبة للبلدين وهي كذلك سبات موقف مصر الداعم لاستقرار وامن السودان والحرص الدائم على دعم السودان اقليميا ودوليا دعم مصر الاتفاق السياسي الاطاري اللي انا كنت بكلم مع حضراتكم عنه الان واعتباره خطوة هامة ومهمة ومحورية لارساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم ودعم الدولة السودانية لانجاح العملية السياسية عبر توافق يضمن استقرار ورخاء السودان ايضا اكد رئيس مجلس سيادة في السودان شكره للدعم المصري غير المحدود للسودان في المحافل الدولية والاقليمية للحفاظ على امن واستقرار السودان واضح جدا من قراءة هذه التصريحات والتي تمخضت عن القمة المصرية السودانية ان مسألة التوافق والاستقرار عنوان مهم جدا في الشأن السوداني مصر تدعم هذا التوافق وتدعو اليه وتدعم هذا الاستقرار وتؤيده بشدة هذا بالاضافة الى القضية الاساسية والمحورية التي غلبت على النقاش في هذه القمة وهي قضية صد النهضة مرة اخرى تتلاقى الإيرادتان المصرية والسودانية على التأكيد على اهمية وجود اتفاق ملزم لملء وتشغيل صد النهضة وهو في هذا تأكيد مهم جدا على ان حق المجتمعات وحق الدول في التنمية وحق هذه الدول في موارد مائية عادلة وان لا يجور احد على حق الاخرين في الحياة والمياه اسمحونا نخرج بفاصل ونعود لاستقناف هذه الفقرات في برنامجنا اليوم عدينا على بوابة العاصمة الإدارية جامع الفتاح العليو وإحنا في طريقنا هنشوف الانجازات اللي وصلت لها العاصمة الإدارية الجديدة البرج الايكوني كدرقية ميلادي المسيح بالكرب من كومباوند سكاي كابيتل مشروع سكاي كابيتل حي الأرسل ده مشروعنا الأول السكني في العاصمة الإدارية الجديدة شركة بيترهاوس بتراعي أنت تبقى مميز في تصميم وحدتك كل وحدتك بتبقى وجهة بتبص على اللاندس كيب وبحيرات صناعية نسبة الإنشاءات اللي تعدت أكتر من 90% كمان الضبقة في التنفيذ مشروعنا التاني السكني سكاي كابيتل فيو بحي الأرئة هتلاقي هنا أن أنت مميز جداً على أعلى ربوة بحي الأرئة وعلى المحور الرئيسي ولسه عندك فرصة أنك تسكن أو تستثمر معانا بأسعار مميزة جداً وأطول فترة سادة للإعلان على ميسات اتصل على 012-76-22-34-5 أو 012-76-22-34-6 أهلاً بكم مرة أخرى من القضايا المهمة التي أسيرت خلال الأيام الماضية سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في أحاديث النغبة المصرية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما نعلم أطلقت في 11 سبتمبر عام 2021 وهي مدتها خمس سنوات بدأ الناس يتكلموا بيقولك ماذا حدث بعد مرور عام أو أكثر من عام بقليل حدث حاجات كتير وتطورات مهمة على هذا الضرب وفيه تغيرات يعني أعتبر أنها تغيرات أساسية ومهمة في مجال تعزيز ثقافة وممارسات حقوق الإنسان في مصر أنا عايز بس أقف قدام بعض الملامح ودي ملامح استباقية لأن تأرير اللجنة سيصدر خلال أيام فلو سمحتولي أقولك بعض المؤشرات وبعض الانتجاهات التي سنطوي عليها هذا التقرير وسنطوي على بالتأكيد تفاصيل كثيرة لكن أنا أحب أقف قدام عدد من المؤشرات المهمة أولا العمل اللي سراتيجي دي أو اللي أقدمها هو اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ودي نشأت بقرار من رئيس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 أحد المهام الأسية لهذه اللجنة التي تضم جهات حكومية في المقام الأول وشخصيات حقوقية ذات خبرات كان وضع سراتيجية وطنية لحقوق الإنسان هو ما حدث وأطلقت في 2021 هناك أمانة فنية لللجنة العليا لحقوق الإنسان في مقرها وزارة الخارجية بيرأسها حاليا السفير خالد البقلي ومساعد وزارة الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية الأمانة الفنية بالتعاون مع اللجنة العليا لحقوق الإنسان قامت بالعديد من الجهود خلال هذا العام لوضع مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضوع التنفيذ أولا على المستوى التشريعي لأن فيه كثير من المطالب الحقوقية في مصر والتي انطوت عليها الاستراتيجية تتعلق بإما تعديلات تشريعية أو وضع تشريعات جديدة تحقق وتعزز من حقوق الإنسان في مصر على مستوى التشريعي تقدمت الأمانة الفنية بتلاتين مقترح لإما بتعديل تشريع أو تغيير تشريعي طبعا لما تكلم على تغييرات أو تعديلات تشريعية مسألة بتاخد وقت لأنه يبقى فيه صياغات والنظر في هذه الصياغات يبقى فيه حوار مجتمعي وفيه استشارات قانونية وبعد كده بيقدم الأمر إلى البرلمان وفيه جندة برلمانية يعني مسألة بتاخد وقت لكن قدمة تلاتين مقترح الآن محل الدراسة ومحل التداول فيه بعض الإنجازات تحققت على مستوى التشريعي هي إنجازات كتير يعني فيه أكتر من أمر ممكن نشير إليه لكن أنا يعني هشير لي مثلا أو اتنين يعني مثلا تخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي لخمستاشر سنة هذا يأتي تمشيا مع قانون الطفل وده اللي بيعطي كمان للطفل الكثير من الحقوق القانونية لي في المجتمع الأمر الثاني تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بتعديل في مجال الجنسية وأيضا مسألة تغليز العقوبات في مجال التحرش وأنا لما أتكلم على تعديلات تشريعية فاللجنة أيضا والأمانة الفنية بتعمل في إطار الالتزامات الدولية التي وقعت عليها مصر يعني مثلا على سبيل المثال مصر وقعت على اتفاقية سيداو اللي هي اسمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فبالتالي لابد أن تقترح وتتقدم بمقترحات تشريعية حتى تتلاءم مع التزامات مصر الدولية وهذا أمر وارد في قرار تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مستوى التطوير المؤسسي حدث تطوير في بنية المؤسسات للتعامل الإيجابي مع قضايا حقوق الإنسان يعني مثلا على سبيل المثال ما يشار عليه بخصوص وزارة الداخلية يعني تغيير أو تطوير فلسفة العقاب ما بقاش اسمه سجن اسمه مراكز التأهيل والإصلاح ومن سجين إلى نزيل والمسألة مش قضية تغيير أسماء ولكنها تغيير فلسفة يعني بمعنى أن تصبح هذه المراكز وسائل جديدة لإعداد المواطن الذي يخضع لعقوبة داخل هذه المراكز سواء من خلال التدريب المهني والتوعية الثقافية والرياضة ودور العبادة والمستشفى يعني اللي أنا عايز أقوله تتغير الفلسفة في التعامل مع الشخص الذي يخضع لقضاء عقوبة بالحرس فبدأ من يكون في سجن ويكون سجين لا يصبح نزيل في هذه الأماكن ويتعلم ثقافة جديدة ورؤية جديدة للحياة أيضا تعديل منظومة الخدمات لزوء الإعاقة بالحصول على بعض الخدمات المجانية وأيضا وجود وحدات لحقوق الإنسان في مختلف الوزارات المحور التالت هو محور التدريب والتسقيف بمعنى وجود دورات تدريبية العدد من الوزارات والحقيقات القانونية ومراكز الشباب دورات تدريبية فيه أكتر من مجال مجال حول إنسان المفاهيم الأساسية منهضة التمييز مكافحة التنمر ودي من المشكلات اللي بنعاني منها مكافحة التحرش فيه ثلاث أدلة تدريبية وضعوا في هذا السياق مفاهيم حقوق الإنسان دليل آخر عن الوحدات الخاصة بحقوق الإنسان في مختلف الجهات وأيضا دليل مخصوص لمقدم الخدمات كيف يراعي مبادئ حقوق الإنسان وفي هذا السياق أنا حب أشير لأمر مهم جدا وهو وجود لجنة فرعية في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تتعلق بالحريات الدينية لجنة منبسقة عن اللجنة العليا تجتمع دوريا تناقش مقترحات وتوصيات تتعلق بتعزيز الحرية الدينية مواجهة التعصب تقوية النسيج الوطني الارتقاء بمفهوم المواطنة فكرا وممارسة وأحب أشير هنا إلى أحد المشروعات التي تمخضت عن هذا العمل وهو مشروع يتعلق بالتوصيق تجارب الحياة وتجارب التنمية على أرض الواقع التي يشارك فيها أبناء مصر على اختلاف تنوحهم وثراء هذا التنوع ما بين شباب وشبات رجال ونساء مسيحيين ومسلمين هذه التجارب التي تقوم على التنوع يمكن استخلاص عدد من التوصيات والدروس المستفادة التي تصلح للبناء عليها في المستقبل أنا مش عايز أتكلم كتير في هذا الموضوع لأن الموضوع ده مهم جدا وفيه بخرجات مهمة وإن شاء الله هيكون محور لحادثنا في وقت آخر نستطيع أن نتحدث باستفادة عن هذا المشروع وعن هذه التجارب المهمة لأن فيه كثير من التجارب التي لا نصل إليها بالإعلام وبالتوصيق هي تجارب حقيقية وفاعلة على أرض الواقع لأن بالفعل الناس البسيطة والناس التلقائية أو اللي بتتعامل بتلقائية على مستوى المجتمع لديها كثير من الخبرات والتجارب التي يجب أن نتوقف ونتعلم منها اسمحوا لنا نخرج بفاصل ونعود لنستأنف فقرات هذا البرنامج ترجمة نانسي قنقر مهسة أميني هذه الفتاة أو تلك الفتاة الكردية الإيرانية التي تبلغ من العمر 22 عاما والتي قتلت في منتصف سبتمبر الماضي بعد أن ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها وإدعاها في أحد المراكز بتهمت أن الحجاب الذي ترتديه غير مطابق للمواصفات التي لدى شرطة الأخلاق اندلعت المظاهرات العارمة في جميع أنحاء إيران وذهبت إلى المدن التي تشكل قلب التأييد للنظام الإيراني وشملت كل الفئات الاجتماعية المرأة الإيرانية 40 مليون سيدة الجميع شارك في الاحتجاجات فنانين رياضيين تجار مسقفين طلبة مدارس طلب الجامعات مشهد لم تشهدوا الدولة الإيرانية من قبل صحيح هي شافت احتجاجات كتير قبل كده ولكن ليس بهذه القوة ولا بهذا الاتساع ولا بهذه الاستمرارية أيضا الاحتجاجات موجودة لغاية النهاردة الشعب الإيراني انتفض انتفض ضد الممارسات ضد المرأة ولكنه في الواقع هو انتفض ضد الأسس التي يستند عليها النظام الإيراني من حيث الاستبداد والقمع للأراء والاتجاهات المختلفة منذ أيام محمد جعفر منتظري المدعى العام الإيراني أعلن إلغاء شرطة الأخلاق وهذا انتصار كبير للمرأة الإيرانية الجميع في جميع نحاء العالم زف النبأ بسعادة شديدة وهو يعبر عن رضوخ النظام الإيراني للجماهير المحتشدة في الطرق والطرقات والشوارع وفي كل مكان تتظاهر ضد الممارسات القمعية لشرطة الأخلاق واللي اكتسبت مساحة أكبر في عهد الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي وطبعا بدعم من مرشد الدولة علي خامنين هذه المظاهرات لم تقابل بلطفه ولا بيسري من جانب الدولة الإيرانية بل بالعكس كانت هناك آلة أمنية باطشة في موجة هذه المظاهرات في خمسمائة شخص قتلوا منذ منتصف سبتمبر الماضي حتى الآن منهم ستين قاصر يعني طفل نشأ واحد لسه قاصر طبقا لقانون يعني ودول كانوا في المدارس بيتظاهروا في أماكن كتير سبعين فتاة وامرأة قتلوا في هذه المظاهرات تمنتاشر ألف واحد زج بهم في السجون منهم من حكم عليه بالإعدام إذن إحنا منتكلم عن مواجهة باطشة وقوية لهذه الاحتجاجات طيب مهسة أميني تلك الفتاة التي فجرت كل هذه الاحتجاجات داخل الدولة الإيرانية والتي شدت انتباه كل الإعلام العالمي وكل الحكومات العالمية تحدثت في هذا السياق حتى المجلس الدولي لحقوق الإنسان قرر إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في حملة القمة التي رافقت هذه الاحتجاجات على مستوى الدولة الإيرانية طيب ماذا حدث ملغيت الشرطة الأخلاق وبدأوا يفكروا في قضية الحجاب الإلزامي ومواجهات الدولة الإيرانية بتشتغل على هذا السياق ولكن الناس برضو لازالت عندها وجهة نظر البعض بيقولك مشكلة مش في شرطة الأخلاق لأن انت هتاخد الناس اللي فيها هتدورهم في أجهزة أخرى وعزي الأجهزة سوف تقوم بملاحقة الناس في الشارع البعض بيرى أن ده قرار تكتيكي عشان يمتص التظاهرات الشديدة وخوفا من انهيار النظام بالكامل لأن مواجهة هذه التظاهرات بالعند والقمع قد يؤدي في النهاية إلى خلخلة قصص النظام وده بانت ملامحه شوية التجار بيحتاجه المهنيين بيحتاجه اضرابات في كل مكان بعض رجال الدين أيدوا التظاهرات بينهم رجال دين مهمين يبقى إذن فيه إمكانية ليه خلخلة الأسس اللي بيقوم عليها النظام وأيضا هو عايز يحدث انقسامات في صفوف المحتاجين بعض بقى ممكن يقولك خلاص بقى ما كفاية ما تلغي تشورط الأخلاق يلا نرجع لكن البعض الآخر مستمر وبيقولك القضية أكبر بكتير من مسألة شرطة الأخلاق القضية تتعلق ببنية النظام الإيراني والذي يقوم على القمع وهو يريد أن يغيروا هذا النظام هذه هي الإشكالية وهذه هي القضية عندما يطول أمد الاحتجاجات حتى لو كانت الأسباب اقتصادية أو اجتماعية فيعلو سقف المطالب بالنسبة للمحتاجين ويصبح هناك صقفا مرتفعا يصعب التعامل معه وهي دي المشكلة الآن أن المحتاجين لازالوا بيمرسوا احتجاجهم حتى هذه اللحظة وهم لا يريدون إلغاء شرطة الأخلاق ولكن يستهدفون النظام الإيراني ذاته اسمحوا لنا نخرج بفاصل ونعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مصرية في النصف الأول من القرن العشرين هدى شعراوي ستحل بعد أيام ذكرى رحلها هي تولدت في 23 يونيوم عام 1879 ورحلت عن عالمنا في 12 ديسمبر عام 1947 هدى شعراوي شخصية محورية جدا في التاريخ الحركة النسائية بل التاريخ الوطني المصري هي ولدت لي شخص سري وقيادة سياسية مهمة هو محمد سلطان باشا وكان اسمها عند الميلاد نور الهدى سلطان والدتها اقبال من اصول تركية شركسية وعاشت في حياة البحبوحة والغنى والثراء وتشكل وعيها منذ بواكير حياتها ومنذ طفولاتها الباكرة او المبكرة مع اللي كانت بتسمعه وبتشوفه كان والدها سياسي مهم وبيقارع لانه كان ملك الصعيد هو من المينيا بالاضافة الى ثراؤه كان سياسيا وتولى عدد من المواقع الى ان انتهى به الحال رئيس مجلس شورى النواب اللي هو البرلمان كان موجود في ذلك الحين وحدثت مجموعة من الالتباسات ابان الثورة العربية وخدعوا الانجليز واوهموه انهم سيتركوا البلاد بعد هزيمة العربيين فوقف الى جوار الخذي وتوفيق لكن خدعه الانجليز ولم يفوا بوعدهم الذي يقدموه شفاهاتا ولم يقدموه وعدا مكتوبا مثل ما طالب هو في فترة من الفترات طبعا الموضوع ده اصابوا بخيبة امل شديدة وكان الاحتلال بريطاني عام 1882 ورحل هو بعد عامين عام 1884 تزوجت نور الهدى سلطان من ابن عمتها علي شعراوي باشا كان في فرق بينهم يمكن حوالي 40 سنة لكنها تزوجته وكان هناك ملابسات كثيرة لكن هو كان الواصع عليها او المسؤول عنها بعد موت والدها لان والدها سابه ويا عندها خمس سنين وكان ليه اخ اصغر منها اسمه عمر على اية حال عمر راح مؤسسات التعليم لكن كان فيه تشده اتجاهها جابولها المدرسين البيت اللي علمها تركي واللي علمها فرنسي واللي علمها راسم واللي علمها فنون تشكل وعياها وكانت بتقرأ وكانت مثقفة جدا وانتسبت الى شعراوي واصبح اسمها هدى شعراوي وكانت سيدة ملهمة للغاية ولعبت دور الى جوار زوجها في مواجهة الاستعمار البريطاني والنهوض بحال المر هدى شعراوي صارت على ثقافة الحريم وخلعت النقاب وراها الستات وبدأت تتفاعل في الحياة العامة من مبرة محمد علي لانشطة اجتماعية للاتحاد النسائي طلبت بحقوق المرأة طلبت بمدارس تعليم الفتيات طلبت بتقييد الحق في الطلاق يعني ما بيبقاش كده متسع للرجل حفاظ على حقوق المرأة والاهم انها خرجت في صورة 1919 تتظاهر وتقود مظاهرة نسائية وهنا خرج جزها وهي خرجة علي شعراوي لانه كان من قيادات صورة 19 وكان من الثلاثة اللي راحوا قابله السير وينجت المعتمد البريطاني عشان يطلبوا بيه الاستقلال بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى كان هو وابلعزيز فاهمي وطبعا سعد زغلول فطبعا جزها الرجل مهم جدا على مستوى السياسي فقال لها طب انت خرجت في المظاهرات ومعاكي ستات لو تحرش بيك جند بريطاني ممكن تقومك زرع فقالت له لا احنا يعني انتو مش اكثر وطنية مننا واحنا نقود بالمظاهرات خرجت فعلا المظاهرات وسقطت شاهدات بالمناسبة في هذه المظاهرات من المرأة المصرية ثم جاء كندي يتحرش بيها قايت له انت عايز تخليني ميس كافيل تاني يعني ميس كافيل دي مين ممرضة بريطانية قتلها الالمان ابان الحرب العالمية الاولى وهي تقدم مساعدات للحلفاء فالجندي البريطاني كسف على دمه وراح سبع طبعا هي سيدة مهمة جدا يصعب الالمان بحياتها ومسيرتها في دقائق لكنها يعني حين رحت عن عالمنا كان لها اياد بيضاء على الاتحادات النسائية العربية وكان لها شأنا دوليا وشاركت في مؤتمرات عالمية وخرجت النساء لأول مرة في جنازة بيمشوا في جنازة كانت جنازة هدى شعراوي رحمه الله انا قبل ما سيبكو عايز اقف قدام احد المقولات اللي قالتها هدى شعراوي هي قالت الرجال خصوا النساء اصحاب الانجازات الهمة بانهن زو قدرات خاصة دونا عن بقية النساء ليتجنبوا الاعتراف بقدرات جميع النساء يعني بصراحة كده بتقول ايه الرجالة لما بلاقوا ستة متفاوقة يقولك دي استثناء لكن كل النساء بيمتلك قدرات احنا بصينا حوالينا المرأة قاضية ومسكة رئيسة وزراء في دول ومسكة وزيرة ومسكة سفيرة ومسكة رئيسة دول يعني انا عايز اقوله العالم كله شاهده ببراعة وتفوق وقدرات المرأة مثلها مثل الرجل والحديث عن ان هناك قدرات خاصة للمرأة تختلف عن قدرات الرجل ده نوع من انواع الزكورية والرغبة في استبعاد النساء من المواقع العامة احنا بنحيي هدى شعراوي في ذكرى رحلها لا يحل كمان يومين ونتمنى كثيرا للمرأة المصرية ان تكون لها مسيرة هدى شعراوي في العمل الوطني والعمل الاجتماعي قبل ان يكون لها دور حتى في العمل النسائي لان هدى شعراوي لم تكن مدافعة فقط عن حقوق المرأة ولكنها دافعت عن حقوق وطن باكمله في مواجهة الاحتلال داعية الى الاستقلال والديموقراطية والحرية ولان اراكم الحلقة المقبلة لكم مني اراق التحيات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر